موسيقى 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 أنا مش تلبت هوابيش ناحية البت أهلاً 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 حبيبي بابي أهلاً 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 موه نروح على وده طبعاً يارب I love you so much so much إزاي تستجري؟ ما تطمن على بنتي؟ قلت لك ما تهوابيش ناحية البت ده يا ناديم أرجوك لازم نقضوا نتكلم بالعقل ما فيش أي كلام بيني وبينك اطلعي برا البت ده حالاً ناديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمت في صفحة الحوادث بلاش ابتزاز مش عملتي محضر بضائع الدبلة؟ ويرتني متهببت وسمعت كلامك ليه؟ عشان أي حمار بيفهم هيعرف إن أنا عملت المحضر ده بعد ما اكتشفت إن نسيت الدبلة هناك مش قلتلهم إنها ضاعت في المكان اللي كنت سهرانة فيه؟ سيبك من المحضر خلينا في النيابة النيابة استدعت وليد مين وليد؟ وليد اللي تامر قال لك علي قبل ما يموت على دول مم وليد كمان وليد ده وضواطي وفي كل العبر جالي النهار ده الصبح يهددني من الآخر كده شافنا واحنا نزلي من بيت تاني وصورني كمان بعد ما نزلتني من العربية في الشارع مم الوات ده ممكن يقعك جامد في النيابة أنا عايز أخرسه برشين النيابة لو وصلوا لي وعرفوا إننا اطلقنا يوم الحادسة هيبقى أكبر دليل إنك زبطيني معاه وهندخل أنا وإنت في سين وجيني وعندك بقى جراهي تكتب ومواقع وفيسبك وتويتر يعني من الآخر يرايحك كتر من الفضايح وشوف بقى صحاب لوجي ممكن يقولون هاي في المدرسة وشغلك والعملة بتوعك وكل الناس اللي نعرفه عشان كده أنا فكرت كويس وليت أسلم حل إننا نرجع لبقى مم صدايا صحيح ده أسلم حل إزاي كانتايا عند دماغي وقدام الناس بس مؤقتاً يعني لغاية ما الدنيا دهتا وكل حي يروح لحاله ليزي ندينا مبضيعش سمعتي وسمعتك عشان نشوفيه الدماغك أنا في الآخر وملوجي بنتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اضافي predeقال ما далقية و لما بابا يتكلمها لازم ترد علي صبياتي الزعقني وهيقول لي تعني باتي عندي و أنا بحبش أروح عشان الست اللي هو متجوز هدي و مش لازم تروحي لولاد باتي عنده يا حبتي بس أما يتكلمت ترد عليه تطلبي منه وتتخرجوا مع بعض تتغدوا سوا يجيلك هنا لو عايز أنا ما عنديش مانع طبعا و ممكن تفاهمي بالراحة كده أن أنا مش بحب أباتي عندك و أنا بحب قط اللي هنا تفاهمنا؟ يلا بقى أبعطي له ميسج و ليس معلش يا بابي أنا أسفة مش كنت بكلمك وبكرة الصبح نتكلم مع بعض إيه؟ استغربة لي يا حبيبتي احنا مش اتفاهم الملكيش داعوا بمشاكل اللي بينك بينه هم؟ أي نعم أنا بزعل و بدايل ما بيزعق لك بس في الآخر أرجع ولدا باباكي و هيفضل باباكي مهما حصل أوكي؟ أوكي أوكي؟ يلا بقى أي و كده هضني كبير و بوسع الله الله يا حبيبتي يلا بقى نعم و ندفي بعض أوكي؟ 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 تصبح يا مخير أنت بنقاهل و يروح أبطي استنى كده لما نشوف المسيبة في الشر اللي إيه؟ ما نصوروش اللي علان تبع كارثة أوكي؟ طب يا حبيبتي أرتاحي أنت تدع ثانية و هارجعلك مش هتأخر عليك أوكي؟ أوكي؟ أوكي تفاهميني إيه ده؟ انت مجنونة ازاي تصورتي معا بالشكل ده ما تفاهميني كان جوزك ياختي ان شاء الله يكون مين ما انا كنت متنيلة على عيني متجوزة عملي ما تصورت كده ليه ها انت عارفة صور دي ربنزت على الانترنت ولا انتشرت في اي مصيبة الناس هتقول ايه هتقول دي ملك هيفتكروها انا وعارفة لو قعد في ايه تحازم اللي هيحصل هيرفعلي قضية وياخد مني البنت وحليني على ما ثبت للمحكمة انه دي مش انا انت نسيت خب علي انه ليه معاك يصور بالشكل ده هم ليه ما ارتليش يا مريم الاول ليه يرات لي ما كنت كلمت الصبح لو هددته لو ايه جلامك معايا الصبح حساسني متزان بناحيتك واني مش عارف اعملك اي حاجة واني معاك جلاكي على طول يا حرام يا رب استعجلتو كلمتو النهاردة هقولك ايه بس هاتمشييني في سكة الله واعلى ما هي تبقيه هاتخلينا شوفلي الحيوان ده حل قبل ما السور دي تقع في ايد حازم ويستغل لهم همال ايه فيك ما تبطل الزفت السجاير اللي انت بتشربيه ده ولا عايزة تفضلي خارصة طول عمرك موسيقى 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 بكرة الصبح بقدري. اه? اه. اه? طبو سهران لي امال. مفيش. مفيش? وانا تايع عنك. ما تقول لي فيه ايه? قلتلك مفيش. والله العظيم يا حازم انت شكلك زي اللي عامل عاملة وخايف يقول. ايه الكلام الخايف ده? انت زي تكلميني بالطريقة دي. بلا تكلميني كده بلا بتاع. انت بس راجع من برك ياناك متشقلب قلت اشوف فيك ايه? وسام انا مش فاقلك. امال فاقل مين? للي كنت عندها? ما تبصليش كده وما تسألنيش عارفتي منين. فييا شقل الله. انت عايز تقفل موبايلك ساعتين بعد ما تخلص محاضراتك. وما شكش. قللي بقى. انت اللي روحت لها ولا هي اللي جات لك الجامعة? ياه تاكلني يعني. يا حلوة يا حلولي. اديك اعترفت وقعت بالسادة. جرائيه وسام. انت حتحكميني? انا حر. اعمل لانا عايزه. حر وتعمل لانت عايزه وما اختلفناش. بس احنا اتفقنا على حاجة. انك ما تروح لهاش لوحدك. روحت لها بقى لوحدك ولا هي اللي جات لك الجامعة? استنى. هي عارفة ان انا معنديش محاضرات النهاردة لانها مركزة معي وحطاني في دماغها. تلاقي هي اللي طبت عليك صح? طب ايه رأيك بقى ان انا اللي روحت لها. ارتحتي? لا مرتحتش. ولعتني اكتر يا حاسب. وعايز اعرف ايه اللي ودك عند الست دي بعد اللي عملته فينا. قلتلك انا حر. وانا كمان حرة في اللي حعمله. دي حياتي. مش هسمح ان انت تهدها. تيجي في يوم تقولي انا رجعتها علشان خ يا صاحب. انا رجعتك مه انا والد. هيا وليد شفت الموبايل ده قبل كده? ده موبايل صاحبك تامر سراج الدين. لانها مسجل اسمك وتليفوناتك وانوانك وايميلك. انت صحاب مش كده؟ يعني؟ لا مش يعني انت صحابه قوي كمان الراجل كان عاملك في الجلر بتاعه ألبوم لصورك معيه نسميه أنا وأنتين هو احنا كنا كنا صحاب قوي من غير ما تقول الرسالة اللي بينك واضح الراجل ما كانش بيخب عنك حاجة قبل ما يموت بحوالي ساعة كان بعيت لك رسالة تحب أقرهالك أنا ولا تفتح موبايلك وتهراها أوكي أقرهالك أنا إيش طي يا برو أنا والملفاية طلعين على الخن يلا حصلنا والملفاية بقى تبقى صاحبة الدبلة دي أنا هقول لك كل اللي عرفوا الملفاية دي تبقى رشا محجوب مرة ندين فخري طيب نلغي زي تصرف يا أمير أقول لها أي حاجة أقول لها إيه بس أي حاجة أقول لها الشؤون القانونية بتراجع العقد اكتشفت إن في مشكلة مع الأجنس اللي فاتت لما مشاكلنا تخلص معها نبقى نشتغل أي كده يا أمير طب هو أنت ممكن تفاهمني بس أخدت القرار دا ليه عشان ممكن مش مهم مش مهم أعمل اللي بقول لك عليه أنت كويس كويس آه طب أنا عندي اقتراح أنا ممكن أأجل لك المعاد وبعد كده نحدد معاد تاني تتنقش فيه تكون أنت حتى فكرت وخدت القرار على أساس سليم أسمع اللي بقول لك علي يا أميرا مش هشتغل معها إنت متأكد أنك كويس؟ أعمل لك حاجة تشروها؟ مش عايز حدي يدخلها غيره موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 لا تدلس بطامعة لا يرحم أمك ما انت ورسل طامعة من أمك هو كان طلقها اللي طبحها مش كيرا برضو ولا هي تحب أقرالك ولا تقرأ انت خلصت كلامك ايو خلصت كلامي طب تفضل طلع برا يا متزوير تترديني تترديني يا برد تترديني يا عمك يا دي تربية عمك بتاعت الاتيكيت هو دا اللي تعلمتين في أمريكا يا حلوة ها؟ مع السلامة برا طالع طالع يا حبيبتي ماشي بس قبل ما اتلع عاوز افكرك ان انا جيتلك هنا مرتين يعني بدل مرة انين انين ونصحتك بدل النصيحة عشرة ودتك فرصة بدل فرصة عشرة انا ما فيش فايلة انا شفت دماغك على الاخرة استحملي بقى يا حيل ولا حيجرالك استعملي اللي حيحصل لك استحملي ايه؟ مع السلامة ماشي ماشي نزيل ايك نزيل ايك نزيل ايك ورحمت ابوك الغالي لسجينك يا ملك عارف يعني ايه؟ حسجينك حسجينك ومش حاوس حد بقى يقول لي ويعتمني ازاي ترمي من تخوك في السمن حسجينك رحلفت ورحمت ابوك الغالي زي ما دوقتي لي حسجينك يا ملك عشو فوشك في السمن السلامة مش كفاية لحد كده يعنيبلاش اقول لي جوزي؟ سيادتك اتصلتي علي كل التليفوريات تقريبى انه محدش رضي انت مستعجل على ايه؟ يعني يا بحطير وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش رضي تقولي؟ قلت لحضرتك معي عمر ضابط واحضار وهو دل انا مش فهماه ضابط واحضار لي انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا فيه ميس اندرستاندنك عمر ضابط والاحضار باسم راشا محبوب ميسيادتك راشا محبوب ثانيا ثانيا اهو التلفون بيري ميسا معاية؟ حالو ايوه يا ميسا مدمراش حضرتك تكلمي من البيت او انا بتهيقلي؟ نادين فهن؟ موبايله مقفول وما بيرطش على الداركت بتاع م وصليني بيه حالا لا اصلاً لسه وصلة للمكتب فمش اعرف ازا كان موجود ولا لا لو مش موجود تحب تبلغوا حاجة؟ انت هتحوري؟ باقولك لا ايهو لي حالا وخليه اكلمني على طول طيب ممكن ديه بس اتاكد ازا كان موجود ولا لا؟ دي هو ايبا مستر ناديم مادام راشع التليفون مش عايز اكلم حد يا اميرة وليلها ان انا سفرت المزرعة والتليفون يفصل اوكي اميرة استني وليلها ان انا في ميتينج وان انا هارجع البيت عالغدا وليلها كمان انك حاجزتنا على العاشة برنا وهي ولما تقفلي معها عايزت تعملي فعلا كده حاجزتنا مكان فاري رومانتك كاندل لايت دينوري اوكي مرسي اظنك فعل حد كده ويعله بينا بنا انت عملتك ده ليه؟ ده نجد قنهول يعني خلاص كانت هتحولني بيه مادام راشع من فضلك يلا طب انا بنتي في المدرسة وانا مش فاتح حشقونك تا معايا يا مادام واظن في شغالة هنا برضو ولا انا غلطان افضلي سيادتك معايا انت خدت ده ليه؟ محتاجوا معايا هو في ايه بالضبط؟ مش عارف والله افضلي امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا استاذ جلال؟ ما تفاهمني مين اللي يعرف؟ وازاي ده حصل؟ ازاي البيه الخابير يقول في تخليره اني مزورة امدت ابوية؟ هو انت مش كنت حاضر معانا كل حاجة؟ طب بس استاهدي بالله كده وكل حاجة هتتحل ان شاء الله تتحل؟ تتحل بأمارة ايه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمة ولا عمي؟ على فكرة انا دلوقتي بس فهمت انت ليه ما كنتش عايز محاكم من الاول وكنت عايز تديله ارشان من فضاها سيرة طب لما انت مش قد القضايا دي ما تكون صريح معايا من الاول بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك انا امرأي الحالة اللي انت فيها علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين بقى نتكلم على رواق نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ حضرتك يا استاذ جلال مش واخد بالك انه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث ومش واخد بالك كمان ان انا ممكن اتحبس بتقمة التزوير يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل انا هطعن على قرار الخبير وهطلب تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة كابير الخبرة ومراجعة عقد البيع من اول وجديد وافرد ان الناحكمة وافقتش هم؟ هتعمل ايه ساعتها؟ يا مدام ملك احنا لسه في اول درجة اه حليني يعني اقعد انا كده مش عارفة رأسي من رجلي ولا عارفة اتحكم في الحاجة سنتين تلاتة قداني موت يا حمار حمار؟ لاحظة ان كلامك جارح ومو ان احنا ان شاء الله هنخلص قبل كده بكتير موت موت ما رمتش من امبارة طيب انا هسابكو بقى الشغلوكو وهبقى طمينك لما خلص مذكرة الطعم ماشي سلام عليكم وعليكم السلام انا ملاحظ ان الجارح ده كل مرة بيجي بيعاكن عليكي انا شايف ان انت يضغيري وتجيبي اي حد غيره واه هقوله اي شكل هعمل كده هم وقرأي هم مين بقى الجدع اليسي ده اللي بيجي بيسأل عليك ده واحد كده حشل نفسه في كل حاجة وانا بنفضله كلفنا كتير معلش بس يجيب لنا اكتر انا هروح له أستر نديم؟ هم؟ أنا بحاول أوصل لملك طول الوقت تليفونها مقفول بعت لها ميسج تكلميها على مكتبها بعاتي إيميل، أعملها أي حاجة أنا بقول بس لو تقبلها أقبلها لي يا أميرة؟ بقول لك مش هشتغل معها وأنا بتكلم صيني صرافي خلصيني من الحكاية دي بقول لك أنا ممكن أسأل سؤال؟ أيوة أنا و روشة رجعنا البعض في مانا مين تامر سراج الدين دا؟ مين تامر سراج الدين؟ دي دي بليتك اللي لعنها فوضت نوم وترفعت بصمتها خلاص؟ إيه دا أنتوا لقيتوها؟ طب والله كويس very good أنا كنت زعلانة قوي لما ضاعت كنت فاكرها تسرقت هي ضاعت ولا تسرقت ولا نستيها؟ نسيتها فين حضرتك؟ حضرتك بتقولوا أنكوا لقيتوها في قضية نوم دي إيهانة؟ أنا ست متجوزة ومتجوزة رجل محترم وبعدين أنا أصلاً عملت محضر لما الدبلا دي ضاعت مني ضاعت؟ يعني أنت ما تعرفيش حد اسم تامر؟ أعرف مليون تامر من أول تامر حسني لحد تامر هاجرس دا أنا حتى عندي اثنين في الوكالة بتاعتي بيشتغلوا ببردو اسمهم تامر أي غريب؟ مع إني فينا شافوكوا وانتوا بترقصوا مع بعض وشافوكوا برضو وانتوا خارجين من المكان اللي كنتوا صهرانين فيه مع بعض آه؟ هو حضرتك تقص التامر دا؟ أصلاً أنا معرفش اسم بابا فلما قلتلي اسراج الدين قتل أخبطت أيوة طبعاً أعرف تامر دا حتى وصلني بعربيته ويميها لحد الباب أيوة بقى أيوة أنا كده بقى فهمت يبقى أنا أكيد وقعت دبليتي في عربيته ويميها بس غريبة يعني أنه ما كلمنيش وقالي أنه لقاها وانت ما كلمتوش لي وسألتي؟ فكرت بس بصراحة كسفت أصلاً احنا مش صحاب قرائبين قوي كده يعني دي كانت تاني أو ثالث مرة بس أشوفه فيها دي أول مرة واللي عرفك على بعض وليد منصور ولا ما تعرفيش وليد كمان يا ريد بقى تقولي لنا اللي حصل لما روحت مع تامر بيته قلت لحضرتك دي إيهانة؟ بيت إيهد اللي روحته؟ روحت معايا يا رجل والرسالة اللي بعيتها لصاحبه بيقول إنك كنت معاه كدب أكيد طبعاً تامر ده كدب زمي إنه بيكذب واجهوني بيه للأسف مش هنعرف إنه وجهك بيه لأنه مات إيه؟ مات؟ إيه ما تعرفيش؟ لأ طبعاً حضرتك صدمتني قوي دلوقتي وحتتصدم أكتر لما حضرتك هتشرفينا لحد فرير معمر الجنائي ما ييجي ويقول الشعر والبصمات اللي لقناهم في بيته يخصوكي ولا لأ؟ يكتب يا ابن قررنا اللي ياتي تحبس المتهمة أربعة أيام على زمة التحقيقات ويطلب تحريات المباحث حول الوقع ويستعجل تهرير المعمل الجنائي موسيقى 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 تاني؟ قصدي عاشر من فضلك أقدر اللي أنا فيه وقدر أني مش عارفة أوصل لجوزي وطبعاً مش عارفة أتكلم مع حد عشان الفضايا بليز من فضلك فضلي لا، أنا بس كنت عايزة أبعث ميسج فضلي شكراً أمي شكراً شكراً هروح إزاي؟ يعني إزاي يا رامي؟ أنا لازم عرف هو عمل معانا كده ليه؟ إحنا مش عيال بنلعب، ده بيزنس يعني لك اللي هي حق؟ إنا مؤتركين دي العقد الأول قبل ما تصرفي جنيه؟ هو إحنا في مين له حق ومين ملوش حق يعني ها دلوقتي ما تحسوا بيها شوية لو صباحتي يقولي له محضرولي العربية ملك فريدي بروحتي ومعرفتيش تقمليه وأمي الأميرة بتاعتم دي بتعمل إيه؟ ولا هي ساعة القبض أوكي؟ وساعة الجد بلح يا عيني دي هتتشل ويا عينك ليه ويا قلبك ليه؟ وهي عملت لنا إيه في الآخر إنها لبستنا في الحيط وخلتنا نقوها على الفرح ملك ما تستعليش مني ها؟ إيه أنت اللي استعجلت أيوة أنا تزفت استعجلت خلونا في الحل بقى هي مش قلتلي أنه موبايلي عملت شبال؟ أه تمام نكمل اللعبة بقى هي فعلا حاولت تكلمني وما لقتنيش وأنا روحت في معادي أول ما دخلت على مكتبها هي في التويلات ودي عليك أنت يا رامي وأروح أنا أطبع عليه على طول كده من فجأة هو قوي ما يشوف شغلنا هيغيير رأيه تمام بدل ما يبقى فيها إحراج ويقولك كلمة كده أو كده ما تبعادي استديما أميرا؟ آه عشان ترميه في الدرج وتقول لنا ورطه له ما عجبوش أنا لازم أقعد معاه فيس تو فيس وتكلم معاه كمان عشان فى حتى فى التليفون سمولي بس شوية كده قررت تبقى فكاري عشان أعرف أقوله إيه أوكي ده إيه اليوم اللي ما يعلم بيه إلا ربنا ده وأنا استطبحت بوش مين النهاردة؟ وعندك يا ستي ومسيلك اللي أنا عشر فددين منجة بالإسماعيلية ها؟ ها؟ وشاليف السخنة واخوه يرد عليه على طول فرصدر الشاليف تاني فرصدر ها؟ اللي اتنين يشوفوا بعض تسدقى؟ يعني يعيني ده غير بقى الفيلة اللي فى الساحل الشمالى عارفها؟ الفيلة الكبيرة قوي دي اللي عالباحر ها؟ وغير شاءة المهندسين اللي كان الله يرحموا عاملة عيادة اللي فى المهندسين الله ما كان فيها عيادة فى باب اللو انت نسيتها ولا ايه؟ لا مش نسيحة انا ما نساش حاجة قابلا اه مش نسيحة طبعا بس دي ايجار يعني سيبك منها خلينا فى التقيل فهمني؟ بص يا ستي بص اه 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 ده جواب من البنك قول احكيلك اصلاق يا ستي رفرت الولي البواب بتاعها لما شافته واقف يتكلم معي فالواعد مبقلوش رز يسترزق منه غيره فانا رح تبشغاله شغلانة بسيطة او كده وانتوا توقف قدام باب الفيلة او منيجي المستقل يتاخد الجوابات اللي جايبها لها نعم ايوه فانا رسمح الكلام فانا جهب جواب من البنك او اقرح جواب من البنك طبعا فيه بنك تاني وتاني ترابة اكيد ها ده بنك واحد بس يا ستي ده الحساب الجاري اسمع الحساب الجاري فيه قد ايه اقول يا اخوي اقول مليون ها وستمائة الف ايه ناري سويت ايه ايه دولار دي او لم قالي فريد دولار اخضر 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 تمام يا حبيبتي تمام شبتي ده الحساب الجاري نخش بقى على حساب التوفير كام يا شطرة ها امسكي نفسك شوية اتنين مليون وتسعمائة الف اخضر أخوك جاب الفلوس دي كلها منين؟ ها؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ لا، طبعا لا، بس هو زي ما تقولي أخوي النرحمه كان ناصح يا حبتين، آه كان كل شوية يشتري أسهم في البورصة ها؟ يروح شاري شوية شوية وروح مع انتكها ومزبطها وروح بيحة يكسب طبعا فيها يشتري أراضي بملايين وبعد شوية يروح بيحة بملايين ها؟ يا حبيبي ها؟ ناصح أمان انت مطلعتش ناصح زيه ليه؟ يعني زي ما تقولي خيبة بعيد عنك ها؟ ولي بقى لصبانة المشروخة بتاعتك أصلا نسبته يكمل تعليمه أنا نصرفت عليه؟ ها هو يخص الطرف؟ بقى دكتور أنا نصرف وبعدين انت توظفت عشان تصرف على أمه؟ وعليه؟ ها؟ أمان ايه؟ بس يا خسارة ما تمرش فيه ولا تمر في بناتهم لو ابنك الفقري بس يسمح كلامي؟ بقولك ايه؟ نعم هو انت مش طلبت حاجة منها؟ واخدبالك علشان تخلصي الموضوع بطريقتك ايه؟ طيب ما انا جبتلك يا اختي الحاجة الحد عندك؟ ان شاء الله حيحصل بس انت اقول يا رب يا رب يا سبت يا رب يا رب بقولك ايه؟ انت فاكر الشاقة اللي احنا روح نهرب في اسكندرية زمان ليه؟ حنساها دي كمان اه؟ ايه يا اختي مش لا انا بساش حاجة انا صحيح مش كنتيب عني بس كتبتها للمحامي ايه اه شاقة في ساري ستيفلو اه شاقة متين متر عالبحر عدي في ساري ستيفلو دي دلوقتي عارفة لو قلت يا بيها مش اقل من جزء الاني اه مال ايه؟ انسا اكت يبقعتاني اه اه ايوه همع يعيشوا coversلerk وأنا عيش في شاقة العجار اق ம والله وإحنا كان معانا وقولنا لا كم عايق يا اختي كم عايق كم عايق انا عند شاقة تمليك في فيصل فيصل ايوة فيصل قاعد الحيلة ابنك يزين يزين deficit يزين غيره تت محلان ابيعتها وامتر الحيلة لو يسمع كلامي كاي كان يغنينا للعمر كله وبدل من غيره يبقى معنا التلتين لكن حاول إيه؟ دماغه نشفه زي اللي تخلفه عادلين لازم تليق جوز بين عن عينه وعين أبوه وعين أبوه كماء عبد سلامته شرر خيش؟ فتقطاف مين؟ إيه؟ ربنا خليك لينا إحنا حاليتنا حد نتكلم عنه إلا أنت لا طبع ما فيش غيرك حد يا ابني يسيب الدهب ويدور على الفنسو واريته بينفع ياريت على كده وبس يا رادية إلا كل شوية نتعكم في شبكة بالشيء الفلان كده وتروح لحلال نتعكم؟ أه؟ اللي يسمع نتعكم دي يقولون لكم بتدفعوا حاجة ما نجيبكو يا عم فلوسك أنا عارفين يا فلوسك بس فلوسك يا قادر بتترمي في الأرض؟ لا مش حرامة اطلعوا انتوا بس من دماغي وسيبوني في حالي والنبي والله ما حتطلع من دماغي إلا ما تنفذ اللي في دماغي إيه؟ ماما اللي في دماغي ده اللي هو إيه؟ ها؟ اللي في دماغي ده نتجوز واحدة أكبر مني بسنتين؟ وهي يعني ان شاء الله يا ربي تقول أكبر منك بعشرين سنة أيو عشرين ثلاثين مجردش حاجة يا ابني الحاجات دي دي بتموح في الجواز كان السيد ده بيروح خالص تتبعني وبعدين إت رحت تتجوز على طول شو عالي يا كده؟ وتروح على لبها وتتجوز اللي ببالك ها؟ وقلبها ليه؟ ها؟ هي وحشة دي زي فلقت الأمر يا جدعان يا جدعان حرام عليكو يا جدعان حرام عليكو ده ما فيش بني وبنها حاجة حتجوزوني واحدة ما عرفهاش دي خرصة وبال أحسنك أحسنك يا وعد يا واحد يحسنك عن خرصة ليه؟ مش بدل ما تجب لك صداع نصفي كل يوم؟ حتجوز ابنك واحدة خرصة؟ يا ابني أيوة ها قال لي ما فيه حطان من عليك انك عايش في هدود يا ابن يا ابن عايش في هدود تخش بيتك شش. ماري ملوت في الجرح؟ انضلي هنا لسوا. ايه متكلمش وليه؟ ايه لا اصلا هتعبينه شوي. ألف سلامة. لين زار بالطعام نجوز كله. شكرا